السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل أينما كنتم كما ترون وبدون إطالة هذه الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الأمر يتعلق بتاريخ الدخول المدرسي كان مقررا في السابع من سبتمبر بالنسبة للتلامي لكن على ما أعتقد نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد تم تأجيل الدخول المدرسي بالنسبة للموظفين الإداريين في الفاتح من سبتمبر أما الأساتذة فيكون الدخول في السابع من سبتمبر كما ترون هنا في الأسفل أسفل هذا المنشور أو البيان الصادر عن وزارة التربية الوطنية وبالنسبة للتلاميذ في الحادي سيكون الدخول المدرسي في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر هذه فرصة طبعا للتلاميذ للمزيد من التحذير والتحذير الجيد للدخول المدرسي والمراجعة خاصة لهم لمن هم مقبلون على الامتحانات الرسمية يمكنكم أيضا أن تحسنوا من قدراتكم في اللغات وغير ذلك إذن استغلوا الفرصة جيدا ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر